مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم حيث نتوقع أن تستمر الأجواء خلال أيام الأسبوع القادم مستقرة وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد يوم الأحد استمرار الأجواء المستقرة أيضا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين ثلاث إلى ثمز درجات مئوية أجواء مشمسة لطيفة وساعات الظهيرة وتميل للبرود ليلا في المناطق الشمالية العظمى 21 وصورة 11 المرتفعات الوسطى 16-8 المرتفعات الجنوبية 13-7 الأغوار 25 إلى 15 وخليج العقبة 24 إلى 13 درجة أما البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 6 والبادية الشرقية 18 إلى 6 درجات مئوية أيضا يوم الاثنين يوم الاثنين تستمر الأجواء مستقرة تستمر درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين ثلاث إلى خمسة وممكن إلى 6 درجات مئوية وأيضا تبقى الأجواء لطيفة أثناء النهار خاصة في ساعات الظهيرة ولكنها تميل إلى البود في أثناء الليل مع العلم أن درجات الحرارة أعلى من معدلات سواء العظمى والصغرى معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 12-13 درجة مئوية ومعدل الصغرى يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات أما الحرارات المتوقعة في المناطق الشمالية 20 إلى 11 المرتفعات الوسطى 16 إلى 9 والمرتفعات الجنوبية 14 إلى 6 والأغوار 26 إلى 15 وخليج العقبة 26 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 5 والبادية الشرقية 17 إلى 6 درجات مئوية يوم الثلاثة أيضا تستمر الأجواء مشمسة ولطيفة ساعات الظهيرة تميل للبرود ليلا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19-10 المرتفعات الوسطى 15-8 والمرتفعات الجنوبية 12 إلى 5 والبادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 5 الأغوار 26 إلى 15 وخليج العقبة 25 إلى 13 درجة مئوية أيضا يومي الاثنين والثلاثة والأربعاء تنشط الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية هذا يزيد قليلا من الشعور والإحساس بالبرود أما اليوم الأربعاء تستمر أيضا الأجواء مشمسة نهارا باردة نسبيا ليلا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المرتفع المناطق الشمالية 18-9 المرتفعات الوسطى العظمى متوقعة 15 والصغرى 7 المرتفعات الجنوبية العظمى متوقعة 11 والصغرى 5 الأغوار 24 إلى 14 وخليج العقبة 23 إلى 13 والبادية الجنوبية الشرقية 15 إلى 5 والبادية الشرقية 16 إلى 7 درجات مئوية يوم الخميس أيضا تستمر الأجواء مشمسة نهارا لطيفة ساعات الظهيرة وتبقى أيضا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السري والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19 والصغرى 11 المرتفعات الوسطى 14-8 المرتفعات الجنوبية 12 إلى 6 وخليج العقبة 24 إلى 14 بينما الأغوار 25 إلى 15 والبادية الجنوبية الشرقية 15 إلى 5 والبادية الشرقية 17 إلى 6 درجات مئوية يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجوى نستطيع أن نقول أنها دافئة نسبيا يوم الجمعة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين تقريبا 5 إلى 7 درجات مئوية أيضا تظهر السحب المتوسطة والعالية وأيضا بتكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 20 والصغرى 12 المرتفعات الوسطى 17-9 المرتفعات الجنوبية 15-9 والأغوار 26 إلى 16 وخليج العقبة 25 إلى 16 البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 8 والبادية الشرقية 17 إلى 7 إذن أسبوع مستقر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أو كل أيام الأسبوع وأجوى مشمس نهارا تميل إلى البرود ليلا مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري